أهلا بكم في المختصر المفيد في الفيديو ده هنشرح الدرس الثاني من تركيب الخلية من دروس أحياء أولى سنوية اللي هو باسم تابع تركيب الخلية ومجدمش عليكم الدرس طويل شوية وفيه كمية تفاصيل كتير وبرضه كمان شفت تعليقاتكم اللي قلتولي فيها ان بختصر المعلومات وفيه اللي قال لي انك بتقولي الكلام للكتاب وخلاص بالنسبة لللي قال لي ان بختصر في المعلومات بداية من الفيديو ده هبدأ أفصل شوية وأشرح شوية تفاصيل أكتر وأكتر ومعلومات أكتر وأكتر والناس اللي قالت لي ان بشرح من الكتاب ما هو طبيعي ان اشرح من كتابك مش هجيب لك حاجة مش عليك أكيد الفكرة ان بعتمد في شرحي على تثبيت المعلومات بطريقة الصور والرسوم المتحركة والإيد اللي بتكتب قدامك دي وعلى فكرة الفيديوهات دي بتاخد مجهود ضخم جدا ووقت كبير حرفيا الديية اللي بتتفرج عليها من الفيديوهات دي بتاخد حوالي ساعة شغل علشان تشوفها في النهاية بالشكل ده وبدون أي مبلغة فما تبخلش باللايك واكتب كومنت حلو كده وشارك الفيديوهات دي مع أصحابك علشان الكل يستفيد ويلا بينا ندأ قلنا في الجزء الأول من تركيب الخلية إن الخلية عبارة عن كتلة بروتوبلازمية الكتلة بروتوبلازمية دي بتكون محاطة من الخارج من غشاء الخلية اللي هو الغشاء البلازمي الغشاء البلازمي بيحيد بالكتلة البرتوبلازمية وبيغلفها من الخارج والغشاء البلازمي هو غشاء شبه منفز بيتميز بخاصية اسمها النفذية الاختيارية يعني بيعد حاجات بصورة حرة ومواد تانية بتمر ولكن ببط ومواد مش بتعد خالص على حسب حاجة الخلية وهي دي الخاصية اللي اسمعها النفذية الاختيارية والغشاء البلازمي بيكون موجود في جميع أنواع الخلايا سواء كانت خلايا حيوانية أو نباتية وبتكون من طبقتين من الفسفربيدات ما بينهم جزيئات من البروتينات المقنورة والفسفربيدات بتمسك مع بعضها بسبب وجود جزيئات من الكوليسترول وبعد كده قلنا أن الجدار الخلوي اللي بيكون موجود في الخلايا النباتية والتحالب والفطريات وبعضها أنواع البكتيريا وما بيكونش موجود في الخلايا الحيوانية يعني جميع الجدر الخلوية بتكون متبطلة من الداخل بأخشية بلازمية على عكس الأخشية البلازمية واللي كلها مش بيكون متغلف من الخارج بجدر خلوية وإنما الأخشية الخلوية بتتغلف بجدار في النباتات والتحالب والفطريات وبعض أنواع البكتيريا فقط وقلنا كمان أن الجدار الخلوي بيتكون من السلولوز وده عبارة عن بوليمارسالب من السكريات المعقدة اللي مش بتدوب في المياه علشان كده الجدار الخلوي دوره أنه بيحمي ويدعم الخلية ويكسبها الشكل المحدد ويحافظ على قوامها والجدار الخلوي بيحتوي على صقوب علشان يعد منه المياه والمواد من وإلى الخلية والمونيمر اللي بيتكون منه السلولوز هو الجولوكوز وبالتالي المونيمر اللي بيتكون منه الجدار الخلوي هو الجولوكوز بعد كده داخل الغشاء البلازمي بيكون فيه كتلة بروتوبلازمية واللي بتلقسم إلى نواة وسيتوبلازم النواة بتحتوي على غشاء بيغلفها وبيفصل ما بين محتوياتها وما بين السيتوبلازم والغشاء النووي هو عبارة عن غشاء مزدوج ومسقب علشان يسمح بنقل النواة بين النواة والسيتوبلازم داخل النواة بيكون فيه السل النووي اللي بيحتوي على النوية والكروماتين والنواة بتساعد على تكوين البروتين وبالتالي بيزيد عاداتها في الخلية اللي بتفرز انزيمات ويرمونات بروتينية وده كان بشكل كده سريع ومختصر الجزء الأول من تركيب الخلية نيجي بعد كده للسيتوبلازم السيتوبلازم هو عبارة عن مادة شبه سائلة يعني مش سائل خالص ولا صلب بيتكون السيتوبلازم من الماء وبعض المواد العضوية والغير عضوية وبيملى الفراغ الموجود ما بين النواة والغشاء البلازمي وبيكون عاين في المادة شبه السيلة دي اللي هو السيتوبلازم مجموعة من العضيات العضيات دي بتنقسم إلى نوعين عضيات غير غشائية يعني عضيات مش بتكون محاطة بغشاء من الخارج وعضيات تانية غشائية يعني عضيات بتكون محاطة من الخارج بغشاء العضيات الغير غشائية عدتهم اتنين وهما اختصار كلمة جر الجيم هو الجسم المركزي وليه اسم تاني وهو السنتروسوم يعني الجسم المركزي هو السنتروسوم والرا هو اختصار لكلمة الريبوسومات انما العضيات الغشائية عدتهم 6 وهم الشبكة الاندوبلازمية وجسم جولجي والليسوسومات والميتوكوندريا والفاجوات والبلستيدات وعلشان السيتوبلازم مادة شبه سيلة ومش صلب بالتالي لازم يحتوي على الياف او خيوط صلبة علشان تدعم الخلية وتديها شكل وقوام وهنا يجي دور هيكل الخلية وهي عبارة عن شبكة من الخيوط والانبيب الدقيقة والياف بروتينية بينقول عليها الياف هيكل الخلية وظيفة هيكل الخلية هو انه بيدعم الخلية وبيحافظ على شكلها وقوامها بغير انه بينقل المواد المختلفة من مكان لاخر داخل الخلية يبقى كده الخلية النباتية عندها اتنين من التركيب اللي بيحافظوا على شكلها وقوامها وهم الجدر الخلوي وهيكل الخلية انما الخلية الحيوانية فيها حاجة واحدة بس وهو هيكل الخلية العضيات غير انغشائية في الخلية هم الريبسومات والجسم المركزي والريبسومات هي عبارة عن غضيات غير غشائية ومستديرة وبيكون فيه نوعين من الريبسومات الريبسومات الحرة والريبسومات المرتبطة الريبسومات الحرة بتكون موجودة في السيتوبلازم ممكن تكون مفردة او ممكن تكون في مجموعات وظيفة الريبسومات الحرة هي انها بتكون البروتين وبعد كده تطلقه مباشرة الى السيتوبلازم علشان الخلية تقدر تستخدمه في عملياتها الحيوية زي مثلا النمو والتجديد وهيرو والنوع الثاني هو الريبسومات المرتبطة ودي بتكون موجودة على السطح الخارجي للشبكة الاندوبلازمية الخشنة والريبسومات الحرة بيكون عددها اقل من الريبسومات المرتبطة وظيفة الريبسومات المرتبطة هو انتاج البروتينات زي مثلا الانزيمات والهيرمونات البروتينية اللي بتنقلها الشبكة الاندوبلازمية الداخلية الى خارج الخلية يبقى الوظيفة العامة للريبسومات هو تصنيع البروتين في الخلية سواء كان البروتين اللي بيتصنع من الريبسومات الحرة داخل الخلية علشان الخلية تستخدمه في عملياتها الحيوية او البروتين اللي الخلية بتفرزه في صورة انزيمات او هيرمونات بروتينية نجي بعد كده للجسم المركزي او السنتروسوم وهو العضي التاني والاخير من العضيات الغير غشائية الجسم المركزي بيكون موجود في جميع الخلايا الحيوانية مع عدى الخلية العصبية وهنعرف ليه من خلال فهمنا لوظفته ده غير كمان ان الجسم المركزي بيكون موجود في بعض خلايا الفطريات ومش بيكون موجود في خلايا النباتات ولا التحالق ومعظم الفطريات ولكن في الخلايا دي السيتوبلازم بيحتوي على منطقة بتقوم بدور الجسم المركزي الجسم المركزي الواحد بيتكون من جسمين صغيرين الواحد منهم معروف باسم السنتريول يعني الجسم المركزي الواحد بيتكون من سنتريولين كل سنتريول بيتكون من تسع مجبوعات من الانيببات الصغيرة الانيببات هي تصغير لكلمة انبوبة يعني الانيببة هي انبوبة بس صغيرة جدا السنتريول فيه 9 مجموعات من الأنيببات الضقيقة كل مجموعة فيها 3 أنيببات يعني السنتريول الواحد فيه 27 من الأنيببات الضقيقة حاصل ضرب 9 في 3 والجسم المركز الواحد فيه 2 سنتريول وكل سنتريول فيه 27 أنيببة يعني الجسم المركز الواحد فيه 54 من الأنيببات الضقيقة مترتبع على شكل استواني أسنان قصام الخلية بيتضاعف السنتريول ويبقى 2 كل سنتريول بيكون موجود عند قطب مقضي الخلية وبيخرج من السنتريولين في كل سنتريول خيوط بروتونية اسمها خيوط المغزل خيوط المغزل بيكون لها القدرة على الانكماش وبالتالي بتسحب الكرومسومات نحو قطباي الخلية فبتنقسم الخلية الواحدة لخليتين وبالتالي الجسم المركزي ليه دور مهم في انقصام الخلية علشان كده مش بيكون في الخلايا العصبية لأنها مش بتنقسم وإلا كان زماننا بنفكة الزاكرة كل 5 دقائق الجسم المركزي بيكون ليه دور مهم في تكوين الأصوات والأهداب ودي وسائل الكائنات الضقيقة ووحيدة الخلية بتستخدمها علشان تقدر من خلالها أن هي تتحرك نيجي بعد كده للعضيات الغشائية يعني العضيات الموجودة داخل الخلية وبتكون محاطة بغشاء محاطة بغشاء يعني بيكون حواليها من الخارج في السفوليبيدات وكوليسترول ودي جزيقات تخص الليبيدات اللي مش بتدوب في المية ولكن بتدوب في المزيبات غير القطبية زي رابع كولوليد الكربون والبنزين وغيره من المزيبات غير القطبية وبالتالي العضيات الغشائية يعني اللي فيها في السفوليبيدات وكوليسترول من الخارج هي اللي هتتأثر بالمزيبات غير القطبية على عكس العضيات غير الغشائية علشان كده الريبوسومات والجسم المركزي هي العضيات الأقل لتأثرا بالمزيبات غير القطبية لأنها مش محاطة من الخارج بغشاء وبالتالي ما عندهاش لبيدات هتتأثر بالمزيبات غير القطبية والعضيات الغشائية عدتهم 6 وهما الشبكة الاندبلازمية وأجسام جولجي والليسوسومات والميتوكوندريا والفاجوات والبلستيدات أول حاجة هي الشبكة الاندبلازمية وهي عبارة عن شبكة من الأنيببات الغشائية بتكون منتشرة في جميع أجزاء السيتوبلازم وبتوصل ما بين غشاء النواة والغشاء الخارجي وبالتالي دور الشبكة الاندبلازمية هو إنها بتكون نظام نقل داخلي يعني لو في مواد عايزة تنتقل من مكان لمكان تاني داخل الخلية بتروح للشبكة الاندبلازمية علشان خاطر تنقلها ده غير إن الشبكة الاندبلازمية بتنقل المواد ما بين النواة والسيتوبلازم يعني مثلاً الـ RNA بعد ما يتم تصنيعه داخل النواة بيتم نقله للخارج إلى السيتوبلازم عن طريق الشبكة الاندبلازمية والشبكة الاندبلازمية بيكون في منها نوعين نوع خشن اسمه الشبكة الاندبلازمية الخشنة ونوع تاني ناعم اسمه الشبكة الاندبلازمية الملساء أو الشبكة الاندبلازمية الناعمة الشبكة الاندبلازمية الخشنة بتتميز بوجود عدد كبير من الريبوسومات على سطحها ووظيفة الشبكة الاندبلازمية الخشنة هو تخليق البروتين في الخلية ويتخال بعض التعدلات على البروتين اللي بيتم إفرازه من الريبوسومات وتصنيع الأغشية الجديدة في الخلية وبالتالي بيزيد تواجد الشبكة الاندبلازمية الخشنة في الخلايا اللي بتحتاج أنها تفرز بروتين كتير زي الخلايا اللي بتفرز انزيمات والهرمونات البروتينية علشان كده بيزيد عدد الشبكة الاندبلازمية الخشنة في خلايا بطانة المعدة لأنها مسؤولة عن إفراز الانزيمات الهضمية زي مثلا انزيم البيبسي كمان بيزيد عدد الشبكة الاندبلازمية الخشنة في خلايا الغدد الصماء لأنها مسؤولة عن إفراز الهرمونات البروتينية يعني كده دور الشبكة الاندبلازمية الخشنة هو تصنيع البروتين زي كل الإنزيمات والهرمونات البروتونية وعلى سبيل المثال هرمون السيروكسين اللي بتفرزه لغدة الدرقية وبالتالي بيزيد عدد الشبكة الاندبلازمية الخشنة في خلايا الغدة الدرقية علشان تقدر تفرز هرمون السيروكسين اللي هو هرمون بروتيني بيتكون من بروتينات وبالتالي العلاقة ما بين نشاط الشبكة الاندبلازمية الخشنة وكمية البروتين اللي بتصنعه الخلية علاقة ترضية يعني كل ما كانت الشبكة الاندبلازمية الخشنة نشطة أو كل ما زاد عددها كل ما يزيد كمية البروتين اللي بيتم إنتاجها من الخلية نيجي بعد كده للنوع التاني وهو الشبكة الاندبلازمية الملساء أو الشبكة الاندبلازمية النعمة ودي ميش بيكون على سطحها ريبوسومات ودور الشبكة الاندبلازمية الملساة هو تخليق اللي بدات في الخلية وتحويل الجلوكوز إلى جليكوجين وتعديل طبيعة بعض المواد الكيميائية السمة للخلية علشان تقلل سميتها وبالتالي بيزيد تواجد الشبكة الاندبلازمية الملساة في خلايا الكبد لأن وظيفة الكبد هو تقليل سمية المواد الكيميائية السمة وكمان بيتم فيه تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين علشان يتم تفزينه يعني كده دور الشبكة الاندبلازمية هو تصنيع الدهون أو اللي بدات زي مثلا الهرمونات الدبنية اللي هي الاسترويدات زي مثلا هرمون الكورتزون أو الهرمونات الجنسية الاسترويدات دي اللي بيفرزها خلايا قشرة الغدة القذرية فبنلاحظ أن خلايا قشرة الغدة القذرية فيها عدد كبير من الشبكة الاندبلازمية الملساة علشان تصنع أكبر قدر ممكن من الهرمونات الدهنية وبالتالي العلاقة ما بين نشاط الشبكة الاندبلازمية الملساة أو عدتها وكمية الدهون اللي بتصنحها الخلية لاقة طردية يعني كل ما زاد نشاط الشبكة الاندبلازمية أو كل ما يزيد عدتها كل ما بيزيد كمية الدهون المتكونة أو المنتجة من الخلية كمان الشبكة الاندبلازمية الملساة بتسحب الجلوكوز من الدم وتخزنه في الكبد والعضلات في صورة جلايكوجين يعني بتسحب سكر من الدم اللي هو الجلوكوز وبالتالي بتقلل من مستوى السكر في الدم وآخر حاجة الشبكة الاندبلازمية بتعدل من طبيعة المواد الكيميائية السامة وبتقلل من سميتها فبيزيد عدتها في خلايا كبد الأشخاص المدمنين أو الأشخاص اللي بتتعرض لكميات كبيرة من المواد السامة زي مثلا العمال اللي شغالين في مصانع المبيدات الحشرية العضي اللي بعد كده هو جسم جلجي وهو عبارة عن مجموعة من الأكياس الإشائية المفلطحة اللي بتكون مستديرة من الأطراف أعداد أجسام جلجي بتختلف في الخلية تبقى لنشاط الخلية الأفرازي بحيث أنه بيزيد في الخلايا الغدية يعني جسم جلجي بيكون موجود في جميع الخلية ولكن بيزيد في الخلايا اللي بتفرز مواد سواء كانت هرمونات أو إنزيمات يعني بالبلد كده نقدر نقول على جسم جلجي هو محطة التصدير الخاصة بالخلية بحيث أن جسم جلجي بيستقبل الإفرازات اللي بتكونها الشبكة الإندبلازمية سواء كانت الخشنة أو الملساء وبعد كده بيعدل عليها ويحط لمسته الأخيرة ويخرجها في صورة إفرازات فيبقى جسم جلجي بيلعب دور مهم في تكوين إفرازات الخلية وبيقوم بوظيفته على عدة مراحل أول حاجة هو أنه بيستقبل جزيئات المواد اللي بتفرزها الشبكة الإندبلازمية عن طريق مجموعة من الفويصالات اسمع الفويصالات النقلة بعد كده بيقوم بتصنيف المواد دي وبيدخل عليها بعض التعديلات وآخر حاجة بيعملها جسم جلجي هو أنه بيقوم بتوزيع المواد دي إلى أماكن استخدامها في الخلية أو بيعبيها داخل حويصالات إفرازية اسمعها الليسوسومات بعد كده بتتجه الليسوسومات نحو غشاء الخلية علشان تخرج المواد دي في صورة منتجات إفرازية الليسوسومات بتنقل الإفرازات من جسم جلجي إلى خارج الخلية فقط لأن اللي بيتكونها هو جسم جلجي وبالتالي اللي بينقل المواد من الشبكة الإندبلازمية إلى جسم جلجي مش الليسوسومات ولكن حويصالات تانية اسمها الحويصالات النقلة وجسم جلجي أو جهاز جلجي اتسمى بالاسم ده نسبة إلى العالم اللي اكتشفه كاميلو جلجي وبرضه بيطلق عليه اسم معقد جلجي وبيكون معروف في النباتات والتحالف باسم الدكتيوسومات العضي اللي بعد كده هو الليسوسومات أو ما تسمى الحويصالات الإفرازية الليسوسومات هي عبارة عن حويصالات غشائية بتكون مستديرة وصغيرة الحجم وبيتم تكوينها بواسطة أجسام جلجي وأهم ما يميز الليسوسومات هو أنها بتحتوي في داخلها على مجموعة من الإنزيمات الهضمة أو ممكن نقول عليها الإنزيمات الليسوسومية ومكونات الخلية مش بتتأثر بالإنزيمات اللي موجودة جوه الليسوسومات اللي هي الإنزيمات الليسوسومية لأن الليسوسومات بتكون عضيات غشائية محاطة من الخارج بغشاء الليسوسومات بيكون لها أربع وظائف أول وظيفة هي وظيفة إعادة الاستخدام العضيات اللي بتعجز في الخلية وبتكون مسنة وهارمة وما بيكونش ليها أي همية بيتم التخلص منها وإعادة تدويرها تاني بواسطة الليسوسومات تاني وظيفة هو هضم المواد الغذائية اللي بيتم ابتلاحها بواسطة الخلية وتحولها إلى مواد أبسط تركيبا عشان الخلية تقدر تستفيد منها تالت وظيفة هو تدمير المايكروبات أو الكائنات الممرضة اللي بتدخل إلى الجسم زي مثلا البكتيريا أو الفيروسات علشان الليسوسومات بتحتوي على داخلها على مجموعة من الإنزيمات بتحلل المايكروبات دي وبالتالي خلايا الدم البيضة بتستخدم الليسوسومات في الدفاع عن الجسم من الكائنات الممرضة رابع وظيفة هو نقل الإنتاجات الإفرازية من أجسام جولجي إلى خارج الخلية وكل وظيف الليسوسومات بيشارك فيها أجسام جولجي بشكل جير مباشر لأنه أصلا هو اللي بيكون الليسوسومات العضي اللي بعد كده هو الميتوكوندريا والميتوكوندريا هي عبارة عن عضيات غشائية على شكل أكياس دور الميتوكوندريا هو إنتاج الطاقة في الخلية يعني الخلية علشان تقوم بوظيفها الحيوية والعضيات اللي جواها برضو علشان تقوم بوظيفتها محتاجين لطاقة الطاقة دي بيتم إنتاجها في الخلية من خلال الميتوكوندريا علشان كده اسمها بيت الطاقة في الخلية أو مصنع الطاقة في الخلية عملية إنتاج الطاقة اسمها التنفس الخلوي التنفس لأن الميتوكوندريا بتاخد أكسوجين وتطلع سانيوكسيد الكربون وأثناء التنفس الخلوي بيتم أكسادة الجلوكوز فبتتكسر الروابط بين زرات الجلوكوز وتخرج طاقة يبقى اللي بيحصل في الميتوكوندريا هو إنها بتاخد أكسوجين زائد جلوكوز يعني بيحصل أكسادة للجلوكوز وبتطلع سانيوكسيد الكربون وطاقة بيتم تخزين الطاقة دي في صورة مركبات اسمها ATB وA هو اختصار لكلمة أدينوزين وT هو اختصار لكلمة تراي يعني 3 والB هو اختصار للفوسفات فيبقى الATB اسمه أدينوزين سلاسي الفوسفات ويبقى الATB هو عملة الطاقة في الخلية والميتوكوندريا هو مصنع الطاقة في الخلية وعملية التنفس الخلوي اللي بتحصل داخل الميتوكوندريا هو عبارة عن تفاعل كيميائي علشان يتم محتاجين لأكسوجين وغولوكوز وإنزيمات بتحفز التفاعل علشان كده الميتوكوندريا هي المستودع الرئيسي أو الأساسي لإنزيمات التنفس في الخلية اللي بتحفز تفاعل التنفس الخلوي الميتوكوندريا بتتكون من غشائين غشاء خارجي عادي خالص وغشاء داخلي في مجموعة من التنيات اسمها الأعراف داخل الأعراف بيكون في حشوة الميتوكوندريا الداخلية ووظيفة الأعراف اللي بتكون موجودة في الغشاء الداخلي هو إنها بتزود من مساحة سطح الغشاء اللي بيتم فيه التفاعلات الكيميائية وبالتالي بتنتج كمية طاقة أكتر فتبع العلاقة ما بين عدد الأعراف أو التنيات الموجودة داخل الميتوكوندريا في الغشاء الداخلي وبين عدد جزيئات الـ ATP اللي بيتم ينتجها من الميتوكوندريا علاقة طردية يعني كل ما يزيد عدد الأعراف في الميتوكوندريا كل ما تزيد كمية الطاقة النتجة بتتواجد الميتوكوندريا بكسرة في الخلايا اللي بتحتاج كميات كبيرة من الطاقة وأكتر خلايا الجسم بتحتاج لطاقة هي خلايا العضلات علشان كده بيزيد تواجد الميتوكوندريا في خلايا العضلات نيجي بعد كده للفجوات والفجوات هي عبارة عن أكياز غشائية شبه الفقاعات مليانة بالسوائل وبنتدر من خلال الفجوات نميز ما بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية لأن الفجوات في الخلايا الحيوانية بتكون عبارة عن فقاعات عدتها كتير وحجمها صغير ولكن في الخلايا النباتية بتكون فجوة واحدة كبيرة أو ممكن تكون أكتر من واحدة اسمع الفجوة العصارية والفجوة العصارية بتشغل حيز كبير من الخلية النباتية ووظيفة الفجوات هو تخزين الماء والمواد الغزائية أو تخزين فضلات الخلية لحين التخلص منها فاضل كده آخر عضي في الخلية وهو البلاستيدات والبلاستيدات هي عبارة عن عضيات غشائية متنوعة الأشكال وبتكون عبودة في الخلايا النباتية فقط وبيتم تأسيم البلاستيدات إلى ثلاث أنواع النوع الأول اسمه البلاستيدات البيضة أو عديمة اللون واللي بيطلق عليها اسم النيكو بلاست والنوع الثاني هي البلاستيدات الملونة واللي اسمها كرومو بلاست والنوع الثالث هو البلاستيدات الخضرة واللي اسمها كلورو بلاست الليكو بلاست أو البلاستيدات البيضة ما بيكونش فيها أي نوع من الصبغات علشان كده بيكون لونها أبيض ووظفتها هو أنها بتعمل كمراكز لتخزين النشا وبتتواجد البلاستيدات البيضة في خلايا جدر البطاطا ودرمنة البطاطس وأوراق الكرومب الداخلية إنما البلاستيدات الملونة أو الكروموبلاست اللي بيخليها ملونة هو أنها بتحتوي على صبغات الكاروتين وصبغات الكاروتين بيتباين لونها ما بين الأحمر والأصفر والبرتقالي ودرجاتهم ووظيفة السبغات الملونة هو أنها بتدي للنبات أو جزء منه لون مميز خاص به وبتكون موجودة في جدور بعض النباتات زي مثلاً الليفت وبتكون برضو موجودة في بيتلات الأزهار وبعض السمار زي الطماطم وغيرها إنما البلاستيدات الخضرة أو الكولوروبلاست بتحتوي على سبغة خضرة اسمها الكولوروفيل وظيفة البلاستيدات الخضرة هو أنه بيتم فيها عملية البناء الضوئي بحيث أن سبغة الكولوروفيل اللي بتكون موجودة في البلاستيدات الخضرة بتحول الطاقة الضوئية اللي بتمتصاع من الشمس إلى طاقة كيميائية بيتم تخزينها في الروابط الكيميائية لسكر الجلوكوز وبتتواجد البلاستيدات الخضرة في أوراق وسيقان النباتات الخضرة زي مثلاً الملوخية وغيرها البلاستيدة الخضرة بتتكون من غلاف خارجي مزدوك وحشوة داخلية اسمها السيترومة وطبقات مترصة من الأقشية الداخلية على هيئة صفايح بتشكل كل مجموعة منها حاجة اسمها الجرانا ودي بتكون موجودة داخل السيترومة والنباتات الخضرة بتتميز بأنها ذاتية التغذية يعني بتصنع غزاها بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي زي ما قلنا الكولوروفيل الموجود في البلاستيدة الخضرة بيمتص الطاقة الضوئية وبيحولها إلى طاقة كيميائية فتستخدمها البلاستيدات في بناء الجلوكوز واللي هو بيكون غزاء النبات يبقى العضي اللي بيحصل فيه تحويل الطاقة من صورة للتانية هو البلاستيدة الخضرة والبلاستيدات الخضرة بتبقى متعكسة في وظيفتها مع الميتوكوندرية بحيث أن التفاعل اللي بيحصل في البلاستيدة الخضرة هو تفاعل بناء بيتم فيه استهلاك طاقة علشان تبني المواد الغزائية اللي هو الجلوكوز على عكس التفاعل اللي بيحصل في الميتوكوندرية اللي هو تفاعل هدم واللي بيتم فيه هدم الجلوكوز أو أجسادة الجلوكوز لإنتاج الطاقة يعني بيتم هدم المواد الغزائية لاستخلاص الطاقة منها وبكده نبقى خلاص لتركيب الخلية لو أعجبكم الفيديو تنسوش تعقلوا لايك تشتركوا في القناة تفاعلوا جرس الإشارات علشان الفيديوهات اللي بعد كده وتشيروا الفيديوهات مع أصحابكم علشان الكل يستفيد سمينين كمعك